الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشحل صدري ويستلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يفهم سليمان فهمنا اللهم يعلم آدم علمنا أما بعد أيها المشاهدون أيها المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أسئلة إخواننا المواطنين الأخ أحمد من ولاية المدية يقول هل صحيح أنه يكره للمضحي أن يأخذ من شعاره وأظفاره إذا دخل شهر للحجة وشكرا أخونا أحمد يسأل سؤال يقول هل صحيح بل الإنسان لما يدخل عليه شهر للحجة وينوي الأضحية أنه يكره أن يأخذ من شعاره وأظفاره نقول أخونا أحمد نعم هذا صحيح فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى نص على ذلك وخاصة أصحابنا المالكية كما نص على ذلك الشيخ خليل وغيره من العلماء وهو مذهب السادة الشافعية رحمهم الله لجملة من الأحاديث من الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام المسلم في صحيحه وهذا الحديث يرويه كذلك الإمام أبو داود في سننه ويرويه الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه ويرويه كذلك الإمام النسائي في سننه من طريق أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهل عليكم شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعاره وأظفاره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لترويه السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أدخل عليكم شهر ذي الحجة يعني الهلال شفناه غدو مثلا قالوا لنا بالغدوة أول يوم تعشفة الحجة وآراد أحدكم أن يضحي لاحظوا بأنه علق الإرادة بالأضحية قال وآراد أحدكم أن يضحي فليمسك وش معنى فليمسك؟ بمعنى ما يقلمش الآفار دياله ما يأخذ من شعاره فليمسك من شعاره وأضفاره ومن هنا قال العلماء يستحب في حق المضحي الذي ينوي الأضحية لابد أن نفهم للناس يعني وش المقصود؟ هل الحكم هذا هذا راه خاص بالإنسان ليشراء الأضحية؟ ولا قاعد يشتركهم في الأجر؟ لا هذا خاص بالليشراء الأضحية فقط قال مثلا عندنا العائلة قال مثلا واحد من الإخوة تعدار شراء أضحية والشرك خاوته وشرك باباه ويماه في الأضحية هذا اللي شراها هو اللي في حقه يستحب ما وش واجب؟ سهب مليح ما وش واجب؟ ليس واجبا بل هو أمر مندوب لابد أن نفهموا هذه الأحكام التكليفية ولابد أن نفهموا مراتب الأفعال والأعمال الشرعية وش ما عندها مندوب؟ ما عندها الشارع ندابتنا إلى فعله ولكن لا إثما على الإنسان إذا أخذ من أقل ما أظافره وقص شعاره هذا المقصود يعني المندوب عند الفقهاء هو ما يثاب على فعله ولا يعقب على تركه والمندوب عند الأصوليين عند علماء أصول الفقهي وما طلب الشارع فعله لا على وجه التحتيم والإلزام واضح ومن هنا يقول العلماء يكره التقليم لأنه واحد القاعدة عند الأصوليين الأمر بالشيء نهي عن ضده هنا وفي الحدي وجه قال فليمسك أمر هذا الأمر بالإمساك هو نهي عن ضده ربيك ما أمرنا بالصلاة أمرنا بالصلاة قال أقيموا الصلاة وش معنتها؟ إنهانا عن تركيها الأمر بالشيء نهي عن ضده إذن فليمسك قالوا يكره بالمقابل ينداب الإمساك بمعنى يكره أن تقلم الأظافر وقص الشعر في هذه الأيام حتى الضحي قد يقول قائل وشيء الحكمة لماذا هذا الذي يضحي وينوي الأضحية يستحب في حقه أن لا يقلم أظافره وأن لا يقص شعره قال العلماء تأسين بالحاج شوف لأن الإنسان الحاج لما يحرم قال مثلا راح للمدينة المنورة ولا حرم من رابغ ولا من الجحفة وقال لبيك الله ما حجا ولبيك الله ما عمرا ولا حجا وعمرا هذا يحرم عليه يقلم الأظافر ويقص الشعر يدخل بالإفراد يقعد هكذا حتى يتحلل يوم النحر واضح الصورة وهنا العلماء قالوا هذا المضحي كأنه يتأسى لأنه نشتركه هذا لما حج أو عليه الأضحية السنة في حقه الأضحية أما لحج إذا دخل بالإفراد السنة في حقه أنه يقدم الهدي إذن قال العلماء تأسيا لأنه هذه لذلك الحج نعيشوه نعيشوه حتى وما حجيناش نعيشو الحج باش نعيشو الحج بالأضحية نعيشو الحج بهذا الشعائر أنني أمسك عن الشعار وأمسك عن التقليم الأظافر مدام أنني شيرت الأضحية ونويت نضحي باش نتأسى بالحاج بالحاج وعلى لأن الحج عظيم في الشريعة الإسلامية وكما قلنا أن هذا الأمر هو مكروه وليس حراما كما قلنا الآن سائل ثاني وهو السائل الثاني يسأل عمر من ولاية الجلفة يقول أملكوا كبشا كسر قر قرنه منذ خمسة أشهر لكنه بارئ وخلف القرن هل يجوز الأضحية به وشكران هذا السؤال الأخ عمر من ولاية الجلفة يقول بل لي عندي كبش عنده خمسة أشهر تكسر القرن دياله قرنه تكسر ثم الآن براء وخلف هل يجوز نضحي به أنا نويته باش نضحي به هل يجوز نضحي به أو لا كما هو معلوم أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أن الأضحية يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وربنا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك الإنسان لابد أن يقدم لذلك العلماء قالوا يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب سالمة من العيوب ألا تكون مريضة أو هزيلة أو غيرها من الأمراض ومن هنا قال العلماء بالنسبة لمكسور القرن كان يمكسور القرن ويدمي كان واحد ما دي شيء أضحية ويتكسل القرن دياله يقول لي يسمنه الدم هذا ما يجوز لهذا لا يجزئه كأضحيته كأضحيته هذا لا يصح ما يصحش هذا لابد يبيعه يجيب واحد آخر نعم الآن هذا أخونا عمار قال عنده أربعة شهور هو مربيه تكسر القرن ولكن براء وخلف وخلف هنا العلماء وش يقولوا يقولوا إذا كان القرن تكسر ودماء دسامنه الدم ثم براء والتأم وعود خلف يجوز خلاص أصبح صحيح الآن هنا يولي سالم من العيوب يجوز أن تضحي تضحي به كين حاجة في نفسها كثير من الناس يسألوا يقولوا وش الحكم أنا شريت شات مثلا الأدن تحا مقطع شي منها ولا تنب تحا شي مقطع منها هنا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أخذا من الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده والحديث يرويه كذلك الإمام أبو داود في السنن والتنمذي في الجامع وابن ماجه في السنن والنساء في السنن من طريق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أعظب القرن والأذني أعظب وش يعنا أعظب يعني مكسر القرن يدمي هذا هو الأعظب أعظب القرن والأذني كذلك هذا كان أذن تحا مقصص كامل هذا ما يجوز تحيي بها العلماء قالوا إذا كان مقصص منها أقل من الثلث يعني أقل من الثلث هذا لا حرج فيه ولكذلك الذنب الذنب التحى إذا كان مقصص منها أقل من الثلث لماذا؟ للقاعدة أن الثلث كثير للحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير يعني إذا كان عندك شريطة أضحية مثلا ولد انتحى مشقوقش منها شوية ولا مشقوقها يشقق بعض اللي يربيوا المال يشقل باش يعرفها يعني يشقلها ولا دي لها تقبة صغيرة إذا كان هذا التقبة ولا هذا الشقة ما رهيش فوق ثلث فوق ثلث تعل أدن لا حرج فيه ويجوز الأضحية بها إن شاء الله تبارك وتعالى إذا نقول لأخونا عمار من الجلفة نقول له بني هذا الكبش اللي هو عندك إن شاء الله بسحاوله هنا ضحي به مدام ما رأك تقول عنده أربع شهور وبراء الجرح تعلقرن وعود الخلف يعني من جديد لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى والله نسأل أن يعيد علينا العيد بالخير واليوم والبركات والله نسأل أن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء وأن يصرف عنا شر الأعداء والله نسأل أن يجعل بلدنا آمنة وسائل بلاد المسلمين والله نسأل أن يشفي المرضى وسائل مرضى المسلمين واصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم جميعا اشتركوا في القناة